يعد مستشفى الإصابات الجامعية الجديد بأسيوت صرحاً طبياً ضخماً بطاقة سعبية 600 سرير و 68 سريراً بالعناية المركزة و 28 غرفة عمليات وتم افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى وتشغيل العيادات الخارجية لتخفيف العبء عن المستشفى الرئيسي في ظل كثافة أعداد المترددين مستشفى الإصابات الجامعية الجديد صرح طبي ضخم بأسيوت مقام على مساحة 5500 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 600 سرير و 68 سرير عناية مركزة و 28 غرفة عمليات صرح جديد سوف يحدث طفرة طبية في مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الحوادث والإصابات في كافة محافظات الصعيد من هذا المشروع الحاوي الذي يقدم يعني مش هقول صعيد مصر فقط ولكن جمهورة مصر عبية في مجال الإصابات هذه المستشفى متميزة وفيها جميع التخصصات التي يحتاجها لقدر الله من يصاب في حديثه أو غيره جميع التخصصات جراحات المخ والأعصاب جراحات المايكروسكوبية جراحات قلب وصادر شرايين جراحات العزام التخصصية وكل شيء تم افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى وتشغيل العيادات الخارجية لتخفيف العبء عن المستشفى الرئيسي في ظل كثافة أعداد المترددين ويعمل مستشفى الإصابات بالكامل وفق نظام عمل مميكن وفق أحدث النظم الطبية كما أن العيادات مجهزة بالكامل بكافة الإمكانيات المطلوبة وأجهزة الأشعة مستشفى الإصابات والطوارق هي إحدى المستشفيات الجامعية والتي تعد قلعة من قلاع الطب في مصر مستشفيات جامعة أسيوت تقدم الخدمة لمرضى محافظة أسيوت ومرضى المحافظات المجاورة من صعيد مصر في كافة التخصصات التي تحتاج إلى نوعية خاصة من التدخلات سواء كان الطبية أو الجراحية خدمة طبية نوعية ما كان لها أن تخرج إلى النور لو لا توجهات القيادة السياسية بضرورة تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن في كافة محافظات الجمهورية